إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أيها الإخوة والأخوات وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مقرأة الإمام نافع أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى مقرر تلاوتنا مع سورة الأنعام ما زلنا في الأنعام ومن الآية الرابعة والثمانين حتى الآية الثانية والتسعين بإذن الله تعالى من الآية الرابعة والثمانين حتى الآية الثانية والتسعين بإذن الله تعالى هذه الآيات بإذن الله تعالى نقرأها كما هي عادتنا برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق و نعلق على هذه الآيات بشيء من التنبيهات التي يحتاج إليها القارئ و بعد ذلك إن شاء الله تعالى ندخل في درس جديد من أحكام رواية ورش من طريق الأصبهاني بحول الله تعالى و درسنا اليوم يسير سهل بحول الله تعالى و قوته نبدأ تلاوتنا مستعينين بالله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكرياء ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطى وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولواشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوء فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون بارك الله فيكم أيها الأكارم هذه الآيات المباركات فيها بعض التنبيهات في قوله تعالى نرفع درجات من نشاء ننبه إلى أن كلمة درجات هكذا جاءت مضافة درجات من وليس درجات من وهذه قراءة درجات قراءة صحيحة متواترة كذلك لكنها ليست قراءة الإمام نافع ولذلك لا يجوز القراءة بها للإمام نافع وإنما نلتزم بما تلقينا ولا نخرج عما قرأ به الإمام نافع رحمة الله تعالى عليه أيضا مما ننبه إليه في هذه الآيات قوله تعالى وزكرياء ويحيى وعيسى وإلياس ننبه إلى كلمة زكرياء وبيان همزها وطبعا مد الأزرق عن ورش ست حركات في قوله تعالى وليسع وليسع نبين فتحة الياء والسين جيدا وليسع ويونس ولوطا فنبين ذلك جيدا أيها الأفاضل أيضا مما ننبه إليه قوله تعالى إلى صراط مستقيم نبين تفخيم الصاد جيدا وهذه الراء طبعا وإن كانت مفتوحة وقبلها مكسور ليس فيها ترقيق هذه هي قواعد الأزرق لأنه قد جاء بعدها حرف استعلاء بل حرف إطباق وهو الطاء وهذه الألف التي تفصل بين الراء والطاء حاجز غير حصين ولا تؤثر جيد في قوله تعالى في قوله تعالى والحكم والنبوءة كذلك هي القاعدة عند الإمام النافع أنه يهمز ما جاء من النبوءة والنبي والأنبئاء كل هذا يهمزه وعلى هذا جاءت هذه الكلمة قوله تعالى إن هو إلا ذكرى للعالمين ذكرى هذه ليست من الكلمات التي فيها اختلاف هذه الكلمة من الكلمات التي تقلل قولا واحدا والراء فيها مرققة للتقليل وليست من باب ذكرا تلك التي تكتب بالألف وهي منونة ذكرا وسترا وصهرا وإمرا وحجرا هذه الكلمات شيء آخر تلك الكلمات التي يمتنع فيها الترقيق مع توسط البدل أما هنا فلا نحن هنا في كلمة ذكرى هذه من ذوات الياء الرائية التي تقلل قولا واحدا فليتنبه لذلك في قوله تعالى من شيء لما وقفنا عليه على بشر من شيء هذا مد لين مهموز فيه التوسط وفيه الطول فالتوسط والطول جائزان فيه نحن نقرأ بالتوسط طيب هل يمكن أن يمد ونحن نقرأ في مدود اللين المهموز بالتوسط هل يمكن أن نقف على شيء بالطول نعم يمكن أن نقف عليها وقفا فقط بالطول إذا كنا نمد العارض للسكون في عموم تلاوتنا ستة حركات فهنا لا نقف على شيء بالتوسط وإنما نقف عليها بالطول ستة حركات وتكون آنذاك مد لين موقوفا عليه وليست مد لين مهموز ولا تأخذ حكم اللين المهموز العادي أيضا مما ننبه إليه ترقيق الرأى في كلمة وتخفون كثيرا وهذه هي تقريبا الملاحظات في هذه الآيات التي أحببنا أن ننبه إليها ندخل في درسنا الجديد وهو درس يسير جدا في أحكام الأصبهاني عن ورش رحمه الله تعالى انتهينا في الحلقة الماضية من الكلام عن أحكام الهمز المفرد وفي هذه الحلقة بإذن الله ندخل إلى أحكام نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وكذلك نأخذ شيئا مما يتعلق بالإظهار والإضغام بحول الله تعالى النقل نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ما سببه النقل هو نوع من أنواع تخلص العرب من شدة الهمزة حرف الهمزة أقول شدة ولا أقول شدة الشدة هذا التشديد همزة مشددة وهذه لم تقع في القرآن الكريم إنما الشدة هي انحباس الصوت عند نطق الحرف ت ي آ إ الصوت يكون منحبسا في حرف الهمزة وهو حرف ثقيل على المخرج وشديد على الحلق وقوي على الحنجرة ومتعب للجهاز الصوتي ولذلك تخلصت العرب من شدة الهمزة بطرق شتى والأصبهاني يعني أستاذ كبير في استخدام هذه الطرق فهو ينقل حركة الهمزة وله إبدال الهمزة وله كذلك تسهيل الهمزة يعني يستخدم طرقا من هذا فالنقل يقع في الهمزة إذا كانت متحركة وقبلها ساكن إذا كانت الهمزة متحركة وقبلها ساكن هنا يقع النقل أما إذا كانت الهمزة ساكنة فلا نقل فيها ننقل ماذا؟ المفروض النقل هو نقل حركة الهمزة الهمزة لابد أن تكون متحركة حتى ننقل حركتها إلى الساكن الذي قبلها ثم نحذف الهمزة فنتخلص من الهمزة ومن شدتها ونستريح يستريح جهازنا النطقي طبعا النقل ليس مستغربا أبدا على من يقرأ بطريق الأزرق عن ورش والأصبهاني كذلك يفعل فهو موافق للأزرق في كل ما نقل فيه رحمه الله تعالى طيب لماذا جئنا ببيان هذا الباب ونحن نأتي فقط بما يخالف فيه الأصبهاني الأزرق الواقع أننا جئنا لوجود مخالفة من الأصبهاني للأزرق في كلمة واحدة وكلمة أخرى فرشية تضاف إلى ذلك فهناك مسألتان في هذا الباب مسألتان فقط في هذا الباب المسألة الأولى كلمة ملء كلمة ملء قرأها الأصبهاني كالأزرق بالتحقيق ملء لارضي ملء لارضي ملء لارضي وقرأها بوجه إضافي لم يقرأ به الأزرق وهنا المخالفة أنه نقل حركة الهمزة من ملء التي هي ضمة الهمزة نقلها إلى اللام الساكنة التي قبلها مل فصارت ميل ثم حذف الهمزة ملء لارضي ذهبا ملء لارضي ذهبا أو ملء لارضي ذهبا كلمة لارض على طبيعتها من حكم النقل العادي جدا المسألة الثانية كلمة أوى آباؤنا التي يقرأها كذلك في سورة الصافات الأزرق بفتح الواو سكن الواو فيها من الأصبهاني فقال أو آباؤنا ثم لما سكن الواو صار عنده همزة كلمة آباؤنا همزة متحركة وقبلها واو ساكنة فنقل حركة الهمزة إلى الواو فصارت الواو مفتوحة ثم حذف الهمزة فبدلا من أن يقرأ أو آباؤنا نقل فقرأ أوى آباؤنا الأولون أوى آباؤنا أوى جيد أما الأزرق ماذا يفعل يقول أوى آباؤنا لأن الهمزة هنا ليست قبلها ساكن ليس قبلها ساكن جيد هاتان المسألة فقط فيما يتعلق بالنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها بس لا يوجد غير ذلك الموضوع سهل جدا جدا المسألتان ملء الأرض قرأها ميلو أو ملء هذا بالنسبة للأصبهاني أما الأزرق فليس عنده نقل في ملء وكلمة أو آباؤنا سكن الواو فيها وترتب على ذلك النقل فصارت أواباؤنا كذلك فعل الأصبهاني رحمه الله تعالى هذا باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها هناك عندنا باب آخر سنتحدث عنه وأيضا هو باب يسير جدا ما يتعلق بالإظهار والإضغام هذا الباب من أبواب علم القراءات التي يدرس فيها علماء القراءات أحكام ذالئذ ودال قد وتاء التأنيث ولامها الوبل وبعض الكلمات التي تقاربت مخارجها لم يخالف الأصبهاني في هذا كله الأزرق إلا في المسائل التي ترونها أمامكم ففي تاء التأنيث إذا جاء بعدها ضاء قرأها الأصبهاني والإظهار فيقول مثلا إلا ما حملت ظهورهما بدل حملت ظهورهما التي أدغمها ورش كما نعلم ورش من طريق الأزرق يدغم فيقول حملت ظهورهما أما الأصبهاني فلا يقرأ حملت ظهورهما وكذلك يقول كانت ظالمة لا يقول كانت ظالمة كما يفعل الأزرق لا هو يخالف الأزرق في هذا الحق وكذلك جاء إلى نون والقلم وياسين والقرآن فماذا فعل فيها ياسين والقرآن نون والقلم كما تلاحظون أنا نطقت نونا ساكنة نون ياسين هذه النون الساكنة جاء بعدها واو والقلم والقرآن فالنون الساكنة إذا جاء بعدها واو حكمها الإضغام بغنى هذا الوضع الطبيعي لكن الذي حدث عند الأصبهاني غير ذلك فقد أظهر النون عند الواو بلا خلاف في كلمة نون والقلم وله في ياسين والقرآن له الإظهار والإضغام له الإظهار والإضغام كذلك للأصبهاني عن ورش الوجهان الإظهار والإضغام في كلمة يلهث ذلك وهما متقاربان أو هما متجانسان عفوا فنقول يلهث ذلك بالإظهار هكذا يلهث ذلك بالإظهار هكذا أو يلهث ذلك بالإضغام فننتقل إلى ذا المباشرة يلهذ يلهذ ذلك هذا في حال الوصل أما إذا وقف يقول يلهث خلاص لا يعد هناك شيء وكذلك ألم نخلقكم أو ألم نخلقكم له الوجهان الإظهار والإضغام وهذا الأمر بارك الله فيكم له ارتباط أيضا ببعض التحريرات فينبغي مراعاة ذلك أو تطلب معرفته لمن نوى أن يقرأ بطريق الأصبهنية عن ورش ينبغي له أن يعرف علاقة ذلك بالمدود ونحو ذلك ولولا أن تلك المسائل متشاعبة وفيها ثقل في الفهم ولا تهم معظم المشاهدين لا ذكرناها ولكن لا نحب أن نذكر هذه الأحكام المتعمقة والتخصصية في مثل هذه الدورات السريعة بارك الله فيكم وفتح الله عليكم هذا هو درسنا اليوم وبإذن الله عز وجل يكون فيه الفائدة لكم بإذن الله في الدروس القادمة ندخل كادة أحكام الأصبهنية عن ورش أن تنتهي في الأصول وكذلك هو لا يخالف ورشا من طريق الأزرق في الفرشيات إلا شيئا يسيرا جدا وقد ذكرنا بعض ذلك إن شاء الله قريبا ننتهي من هذه الدورة ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسدادة لكل خير والحمد لله رب العالمين فاصل نعود بعده إن شاء الله لاستماعي بعض المشاركات التي وصلت إلينا وبعض التلاوات ونعلق عليها بإذن الله فابقوا معنا آية الكرسي هي أفضل آيات القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما أخبره أنها أعظم آية في القرآن ليهنك العلم أبا المنذر وذلك لما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده ونعوت جلاله وكماله وهي حصن من الشيطان فقد قال الشيطان الذي أمسكه أبو هريرة وهو يسرق من زكاة رمضان إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنك ليزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فذكر أبو هريرة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقك وهو كذوب وفيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب قال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن في سورة البقرة وآل عمران وطاها قال القاسم أبو عبد الرحمن فالتمستها إنه الحي القيوم وهي سبب لدخول الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت حياكم الله من جديد بعد هذا الفاصل أيها الأفاضل ونبدأ بعرض ما وصل إلينا من مشاركات ووفاء لأخينا الكريم رحمه الله أخنا بدر الذي كان يشاركنا كثيرا في هذا البرنامج له مقطع أيضا نحب أن نعرضه في هذه الحلقة لعلنا نتذكره فندعو له ونحثكم على الدعاء له بالرحمة والمغفرة حيث توفاه الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يرفع درجته اللهم آمين نستمع إلى تلاوته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يسرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم 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 فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا رحمك الله يا بدر رحمك الله وتجاوز عنك وجعل القرآن شفيعا لك يوم القيامة نأخذ مشاركة أخرى من المشاركات معنا محمود باشا من مصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم لمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكرياء ويحياء وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين بارك الله فيك أخي الكريم ما شاء الله قراءة ممتازة ممتازة جدا ليس عندي فيها ملاحظات أذكرها أبدا ما شاء الله قراءة ممتازة أسأل الله عز وجل أن يفتح عليك وأن يوفقك لكل خير بارك الله فيك نأخذ أيضا مشاركة أخرى معنا من محمد أخويلي من المغرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وزكرياء ويحياء وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وَلَوَاشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بارك الله فيك يا محمد لدي ملاحظتان في قوله تعالى وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوْطَى 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 وَلُوْمْ حَرَكَتَانَ طَى حَرَكَتَانَ لُوْمْ طالت معك قليلاً مع النغمة لا أدري مع لا أدري يعني المهم أن هذا لا يصح لأي سبب من الأسباب ينبغي عليك أن تضبط الحكم في المد هنا ولا يعني تغير فيه وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوْطَى وَلُوْطَى هكذا جيد أيضا الملاحظة الثانية إلى صراط مستقيم إلى صي نحن نريد أن نحرص على تفخيم الصاد نعم ولكن لا نؤثر على الصاد بإضعاف الكسر يعني أن نجعل الصاد فيها شيء من الضب يعني لا تقول إلى ص صراط صراط لا صي إلى صراط صراط وليس ص صي اكسر جيداً وبرك الله فيك أخي الكريم أرسلت إلينا إحدى الأخوات سؤالاً تسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم وتثبيته دون نسيان وأنا سني سبعة وستون سنة جزاكم الله خيراً وبارك فيكم طيب أخ من الإخوة طيب لا بأس إذن أخ من الإخوة وليس أخت من الأخوات لا فرق على كل في الإجابة بين هذا وذاك إن شاء الله تعالى هذا السؤال حقيقة يعني عندما رأيته شعرت في نفسي والله بشيء من التقصير ليه؟ لأن السائل عمره سبعة وستون سنة وهو يريد أن يحفظ القرآن الكريم ويضبطه دون نسيان ويثبته في حين أحد السائلين كان يكلمني مؤخراً فيقول لي أريد أن أحفظ القرآن وأطلب العلوم الشرعية وأفعل وأفعل وكذا وكذا ولكن إشكالي أنني حفظت جزءاً واحداً من القرآن الكريم ثم أصابتني أصابني الفتور في الهمة ويعني لا أدري ماذا تنصحني يعني ما شاء الله ووضع طريق الألف ميل ومع أول خطوة شعر بالفتور وهو شاب يعني ابن ثمانية عشرة سنة هذا الأخ الذي كان يكلمني شاب ثمانية عشرة سنة وهذا السائل الكريم يسأل وهو ابن سبعة وستين سبع وستين سنة ويقول أريد أن أحفظ القرآن يعني وأثبته من غير نسيان حقيقة هذا السؤال وحده والله فيه مدرسة لنا وفيه نوع من أنواع التحفيز والتقوية للعزيمة على حفظ كتاب الله عز وجل وحقيقة أيها السائل الفاضل ليس عندي استغراب لهذا فقد وقع لي من قبل أن جاءني أحد الكبار في السن وأراد أن يحفظ القرآن الكريم بعد الستين بعد الستين أراد أن يحفظ وبدأ في مشوار الحفظ فكان يحفظ ما تيسر له وهو قليل القدر جدا خمسة أسطر وستة أسطر في الأسبوع وربما يصل إلى صفحة في الأسبوع فيكون يعني سعيدا بهذا الأمر فلما يسر الله عز وجل له حفظه الله وبرك فيه يسر الله عز وجل له وبدأ يحفظ ويحفظ ويحفظ ولا يعد السنين وإنما يجتهد في الضبط والإتقان فما الذي حدث معه أتم الله عز وجل له بغيته فحفظ القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره وأتقنه وصار ملازما لكتاب الله فأول ما أنصح به كبار السن في حفظ القرآن أولا أن يعلموا ويوقنوا أنهم لم يكبروا على حفظ القرآن الكريم وأن الله عز وجل يسر لهم حفظ كتابه ويعينهم على ذلك وأنهم ليسوا أول من فعل ذلك بل هناك الكثير الصحابة الكرام رضي الله عنهم أصلا بداية حفظهم للقرآن الكريم كانت في أعمار كبيرة يعني وليست في أعمار صغيرة الذي بدأ في الأربعين والذي بدأ في الخمسين هكذا ومنهم من تم له حفظ القرآن ومنهم من حفظ منه كثيرا هذه بداية البداية التي بدأوا بها فهذا الأمر ليس مستغربا وليس فيه نوع من أنواع مثلا نقول وكيف يحفظ بعدما شاب ودوا الكتاب لا أبدا يذهب إلى الكتاب ويحفظ ويفتح الله تعالى عليه هذا أول ما أذكره الأمر الثاني التكرار مع كبر السن قد يكون يعني غير كافي للحفظ بشكل سريع وإنما يحتاج إلى مدة إضافية أكثر من عموم الناس اللي هم صغر السن الذين يسهل عليهم الحفظ أكثر ربما لكن الكبير يمكنه أن يحفظ غاية ما هناك أنه ينسى بسرعة وأن الحفظ عنده يثبت ببطء لكن مع استشعار دائما أن الله عز وجل يجعل هناك معونة لمن يحفظ كتابه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يجد بإذن الله تعالى في فعله هذا تيسيرا عجيبا لكنه يصدق النية فيكرر أكثر كلما زاد التكرار كلما انتفع وأيضا عندنا جانب آخر وهو كثرة دورات المراجعة يعني إذا حفظ كبير السن شيئا من القرآن فلا يزيد 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 في الحفظ ويترك القديم لا وإنما عليه أن يتوقف في كل أسبوع أو أسبوعين ويراجع ما سبق ولا عليه لا ينظر يقول هكذا لا أختم بسرعة لا علاقة لنا بالختم نحن لا مع الكبير ولا مع الصغير نحن علاقتنا بالاتصال بكتاب الله تعالى ما دمنا متصلين بكتاب الله تعالى فنحن في أحسن حال المتصلون ونحن نحفظ كثيرا نحفظ قليلا نراجع أم نقرأ نظرا نقرأ غيبا لا فرق نحن مع القرآن خلاص هذا هو الخير المطلوب فنقف ونراجع ما سبق ونراجع ما سبق ونراجع ما سبق وهكذا ينتفع المسلم بحفظه كبيرا كان أو صغيرا مهما كانت سنه بفضل الله عز وجل يثبت معه القرآن إذن تقليل الكمية كثرة التكرار زيادة دورات المراجعة يعني بدلا من أن مع الناس العاديين نقول راجع في كل شهر أو شهرين مرة لكل ما سبق ثم تابع حفظك مع كبير السن نقول في كل أسبوع أو أسبوعين لأنه يضبط بذلك إن شاء الله تعالى ومن الجميل جدا أن يكون هناك من يعين مثلا إمام المسجد أحد الأولاد الذين يحسنون القراءة أحد الجيران الذين يحسنون القراءة أحد الأساتفة مركز من المراكز ما عد من المعاهد أي أن كان حلقة من حلقات الإنترنت يلتحق بها لتعينه على المتابعة وتعينه على المراجعة وهكذا يحفظ بإذن الله تعالى ولا نستغرب أبدا من هذه الهمة ولا نتعجب أبدا من إتمامه إتمام الله عز وجل للراغب في ذلك في حفظ كتابه يتم له بإذن الله والذاكرة إذا استخدمت وكثر استخدامها تنمو وكلما ازداد الاعتماد على الذاكرة ثبت فيها العلم بإذن الله تعالى والفترة التي في البداية ربما يكون الحفظ فيها صعب ثلاثة أسطر أو أربعة أسطر كثيرة لكن بعد ذلك ربما نصف صفحة وصفحة تأتي بشكل عادي وسهل وميسور بإذن الله تعالى أسأل الله عز وجل لك يا عم الفاضل التوفيق في حفظ كتابه الكريم وبشرنا بما تحفظه في كل فترة قل لنا حفظت حزبا حفظت حزبا حتى يعني نفرح بذلك ونزداد دعاء وسرورا بإذن الله تعالى يزاك الله خيرا وبرك الله فيك معنا مشاركة من محمد خير بكري من السودان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكرياء ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون بارك الله فيك يا محمد أحسنت ما شاء الله قراءة جميلة الله يفتح عليك وينفع بك معنا مشاركة أخرى نستمع إليها وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذوهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب ننزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بلا آخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون بارك الله فيك أخي محمد عبد المنعم قراءة ما شاء الله جميلة جدا وصوتك حسن طيب جميل ما زال الصوت يعني لا تستطيع أن تتحكم فيه التحكم الكافي الخالي من النشاز أيضا ما زلت لا تستطيع التحكم في صوتك مع الأحكام التجويدية بشكل جيد أحيانا يطغى عندك الصوت على زمن الحرف على زمن المد على زمن الغنى يحتاج هذا الأمر إلى ضبط أحيانا يزيد عندك زمن الحركة يعني زمن الحركة قد يزيد في خوضهم يلعبون هكذا ليأصار الطويلة ليس هذا مناسبا ما زلت تحتاج إلى مزيد تدريبات على التمكن في استخدام الصوت مع الأحكام التجويدية بشكل جيد وصحيح فتح الله عليك وبرك فيك مشاركة أخرى من طارق من المغرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الأخرى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون بارك الله فيك أخي طارق لا تزد زمن الملائكة لا تقول ألا تخافوا ولا تحزنوا هذا كثير ولا تحزنوا أيضا ظاهرة التلاشي في الصوت الصوت يتلاشى هكذا في الأخير توعدون هذا التلاشي غير صحيح توعدون هكذا تعود أن تقرأ بحروف قوية أكثر من هذا وبإذن الله عز وجل تكون التلاوة أجمل وأحسن بحول الله نكتفي بهذا القدر من المشاركات وبإذن الله تعالى مقرر تلاوتنا في الحلقة القادمة سيكون إلى الآية 100 يعني من الآية 93 إلى الآية 100 من سورة الأنعام بحول الله تعالى وقوته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يتقبل منكم صالح العمل إنه تعالى جواد كريم نلقاكم بإذن الله تعالى على خير ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لأن لهم أجرا كبيرا ترجمة نانسي قنقر